قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانجي في موسكو إن العلاقات بين بلدين تتطور وفقا لما تم التخطيط له وقد تم الارتقاء بها إلى مستويات جديدة وضف بوتين أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الصيني في روسيا للمزيد من الدفع بالعلاقات والتعاون بين البلدين نحن نتفهم أن هناك جدول أعمال للسياسة الداخلية وننطلق من أنه بعد الانتهاء منه يمكننا تنفيذ ما نخطط له من اجتماعات شخصية مما سيعطي دفعة إضافية لتطوير علاقاتنا